القبض على السائق المتسبب في مصرع مشجعتين من الأهل عقب مباراة الاتحاد في حادثة مأساوية لقيت مشجعتين للنادي الأهل مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة أثناء خروجهما من استاد برج العرب حيث كانت تعبران الطريطريق عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريق الأحمر بنادي الاتحاد السكندري لم تمض سوى ساعات قليلة على وقوع الحادث حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على السائق المتسبب في الحادث وأمرت النيابة العامة التي أخطرت بالواقع بإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم بالقتل الخطأ تفاصيل حادث الدهس مشجعتين من الأهل تم نقل الجثة الضحيتين نورها الناصر ونرق الصالح إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي قامت بمعاينتهما تمهيداً لإصدار تصريح بالدفن بمعرفة أهلهما أفادت تحريات الشرطة بأن السائق قد اصطدم بمشجعتين للنادي الأهلي ولم يتمكن من السيطرة على سيارته حيث تم إلقاء القبض عليه واحتجازه في قسم شرطة برج العرب وتعمل جهات التحقيق على تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث لبيان ما إذا كانت هناك لقطات مصورة يمكن الاستفادة منها خلال سير التحقيقات كما يقوم خبير هندسي بفحص السيارة المتسببة في الحادث لبيان السرعة التي كان ينطلق بها السائق بالإضافة إلى سلامة الفرامل من عدمه تم التحفظ على هاتف نورهان والذي كان يحتوي على صور لها مع لاعبي النادي الأهلي حيث نشرت صوراً قبل ساعات من المباراة من مدرجات استاد برج العرب التقرير الطبي الأولي بشأن سبب وفاة الضحيتين أفاد التقرير الطبي الأولي بأن الضحيتين وصلت إلى مستشفى العامرية تعانيان من كسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد النادي الأهلي ينعي مشجعته نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي نعياً للفتاتين قائلاً ببالغ الحزن والأسى ننعى مشجعة النادي الأهلي نورهان ناصر ونرج الصالح التين وافتهم المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب الإسكندرية إثر حادث أليم دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر